السلام عليكم تمنى تكونوا بخير على ألف خير ان شاء الله والأمور على ما يرام اليوم بإذن الله كما تشوفوا معي على طاولة العمل سنتقسم معكم واحد الكيكة بنوكها خاصة كتجي لديدة البنات نتمنى الفيديو اليومي نال إعجابكم وتجربوها فعلا هي الكيكة كندروها بالزنجبيل والشوكولات الزنجبيل اللي كنقولوا بالدرجة سكنجبير هذه الكيكة سوف نحتاجها مباشرة للمكونات سوف نحتاجها 125 جرام الزبدة خرشتها من قبل أربعة البيضات 200 جرام سكر سنيدة زوج مغارف صغير زنجبيل مغارف القبض لكي لا تستطيع الكبار ملاعق كما نقولوا للمكونات صغيرة زوج أكياس خميرة الحلويات ميو عادي 14 جرام 50 جرام قطعته مكعبات صغيرة غسلته ونشفته مزيانة ونشفته قطعته قطعته 250 جرام شوكلاة قطعته 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 هذا ب bloody الله 100 جرام من الأحزن الى عندكم نضيف السكر 200 جرام نضيف البيض أربعة البيضات نضيف الملح ونسيت باش نتكر لكم من البيضة نضيف الملح ضروري الحلوة نضيف نضيف الملح سوف نكتفي وضع زبدة سكر مع البيض سوف نضيف الزبدة 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 سوف نضيف نضيف الخميرة اكياس 14 جرام للطقيق و نضيفه بشوية بشوية نحركه بشوية بشوية نضيف0000 ولن سنت together تبارة상 least و strategic الخميال و نضيفهните الخميال و студ machine کا جدا كما تكشوتوا سوف نزيد ثانية سوف نضيف مرحلة بمرحلة سوف نضيف مرحلة بمرحلة بالنسبة لبنيات المبتدئات سوف نضيف الفرن على درجة حرارة 180 كما تشوفوا فهذا هو القوام سوف نحيض الخلاط الكهربائي ونبدأ بسبب سباتولا البنات نخلط العجين جيدا نجمع الجوانب نضيف مباشرة شوكلاة نخلطه بهذه الطريقة نجمع الجوانب سوف نضيف مضاق مضاق رائع نضيف مضاق نضيف مضاق نضيف مضاق نضيف المضاق نضيف شوكلاة نضيف مضاق نضيف شوكلاة نضيف زبيب 50 غ نضيف مكعبات صغيرة و نحاول نخلطه حتى نتأكد بأن كل شيء تستجنس كما رأيت الزبيب لا يبقى كيبين تخلط لي مع الخالطة أو العجين كما ترى نجيب مباشرة هذه مباشرة المول كيك كما أخذت نحن نخذل على 180 درجة حرارة نحن نتخلص من هذا الخالط نصبه لا يوجد سائلة كما ترى نحن نضيفه ونحن نصبه في المول نحن نتحاول نحن نضيفه في المول ونرجح نزلت كما ترى الخليط نحن نقذ الخليط ليس سائل نحن نقذ نحن نقذ نحن نقذ نحن نقذ نحن نقذ المستوى ومساعدة سباتيولة وضروري البنات يجب أن تتشعوا لكم كما نقول دائما أنه لا يجب أن يهز الكيك يجب أن نخفض النام نستخدم نقذ نهز الكيك خبطه من هذا الطريق وخبطه سوف أخرج سوف ينزين في مربع المشمش إذا أردت لكم أي مربع يجب أن تستعملوا و هنا لدينا الكوكا و إذا أردت لدينا الكوكا سوف يجب أن تستعملوا الوز يجب أن يذهب إلى جهده لدينا الكوكا فالمهم سوف نطول عليكم الكثير من هذا الفرنطيت سوف نزينها بإذن الله ونطلقها معكم في الطبق النهائي أحبتي لدينا الكيك بعد ذلك لدينا الفرن أعطيت لدينا الكوكا بمربع المشمش و قمت بإذن الله و الزين يكون إختياري لتقيدوا بإذن الله لدينا إستمرار قليلا حتى 15 دقيقة لنبدأ لكم وضعوا قريب كيف يأتي القوام من الداخل رائعة فعلا تستهل تجريبة بعد ذلك نتمنى أنتما كذلك بسم الله أنتما شوفوا البنات تأتي شيشة ومعلكة لحد درجة خطيرة أنتما تتعلم معلكة معلكة واحد الماضاق فيها غزال كنتمنا الفيديو اليوم إعجابكم لا تنسوني من الدعم لايك الاشتراك في القناة والتفعيل الجرسية لكم كل جديد ولماذا لا تضمش الوصفات نونو يضغط على الزل أحمر تحت الفيديو ولماذا لا تبارتجوا فيديو هذا الدليم عن أهل والأحباب لنعجبكم طبيعة الحال فضلا وليس أمرا كتشجيع للقناة سنضرب لكم موعد فيديو قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله وشكرا على المتابعة موسيقى